خلاص مضى قطار الانتخابات سريعا اقتربت ساعة انعقاد الجمعية العمومية لم يتبقى غير تقريبا خمس ايام خمس ايام فقط على انعقاد الجمعية العمومية للنادي الاهلي واجراء الانتخابات يوم 26 نوفمبر الجمعة الجاية ان شاء الله في مقر النادي في الجزيرة الاختيار وانتخاب مجلس ادارة يقود الطموحات الحمراء ويقود احلام جماهير الاهلي ورغبات وحقوق الجمعية العمومية صاحبة الحق الاصيل لاربع سنوات قادمة يمكن النهاردة كان فيه تطور في ندوات سادر المرشحين لمقعد الرئيس لسوء الاحوال الجوية استجابت الادارة التنفيذية للنادي بقيادة الدكتور سعد شلبي لطلب الاساس خالد سلمان المرشح على مقعد رئاسة مجلس الادارة بترحيل موعد الندوة الانتخابية اللي كان مقرر عقدها اليوم مع اعضاء الاهلي في الشيخ زايد تأجلت الى يوم السلساء مساء بالشيخ زايد ايضا ايضا كان بكرة ندوة الكابتن محمود الخطيب مع اعضاء النادي في الجزيرة لسوء الاحوال الجوية ايضا تم ترحيل موعد الندوة الى الاربعاء سبعة مساء في الجزيرة اذا السبعة مساء الاربعاء الكابتن محمود الخطيب مع اعضاء النادي في الجزيرة والسلساء الاستاذ خالد سلمان مع اعضاء النادي في الشيخ زايد اشتركوا في القناة